مرحبا بحضراتكم مرة تانية في صباح الخير يا مصر الحقيقة أي متخذ قرار عشان يقدر ياخد قراره لابد أن تتوفر له عدد من المعلومات ويا حبزة هذه المعلومات أن تكون مدعمة بالأرقام الصحيحة والإحصائيات الصحيحة عشان كده مبارح الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أصدر في نسخته السنوية من كتاب مصر في أرقام كتاب ده يتضمن أحدث البيانات والمعلومات عن الإحصائيات الديمغرافية التي يمكن أن تغطي إحصائيات السكان والمشتغالين والمتعطلين والمواليد والوفيات وأيضا الزواج والطلاء وغيرها من الإحصائيات المتعلقة بالصحة والاقتصاد والقطاع الزراعي وفي الحقيقة الكتاب ده يعتبر كنز لأي متخذ قرار لما له من معلومات كثيرة موجودة فيه خلونا نفند هذه الأرقام ونعرف تفاصيلها ودلالتها من ضفنة الكريم الدكتور حسين عبدالعزيز مستشار رئيس جهاز التعبئة العامة والإحصاء ضفنة الكريم في الستوديو صباح الخير يا دكتور صباح النور أهلا وسهلا دكتور عزيزي نعرف إيه اللي بيتضمنه كتاب مصر فيه أرقام في نسخته الحالية هو الكتاب في إطار مسؤولية الجهازة عن الإحصائات الرسمية بيتضمن مؤشرات زي ما حضرتك قلت عن كل الأبعاد المختلفة للأبعاد الديموغرافية والاجتماعية الأبعاد الاقتصادية الأبعاد البيئية اللي هم التلت جوانب الأساسية للتنمية المستدامة يعني لو بصينا كده بشكل سريع هنلاقي بيغطي السكان بيغطي الإحصائات الحاوية العمل الزراعة الصناعة والبترول الإسكان النقل للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الاقتصاد التجارة الخارجية الأرقام القياسية الدخل والإنفاق والاستهلاك التعليم البحث العلمي الصحة السياحة الثقافة والإعلام الخدمات الاجتماعية البيئة والموارد المائية يعني زي ما حضرتك شايف كده أفعند جزء يمكن يهمنا تحديدا إحصيات الثقافة والإعلام أخبارها إيه تحديدا في هذا العام لا وطبعا بيعرض بقى بيانات تفصيلية عن الوحدات الثقافية المختلفة وتوزيعها على المحافظات يعني يمكن أهم حاجة في الكتاب ده أيضا أنه لا يتوقف عند المستوى المركزي المستوى الإجمالي ولكنه بيتعرض لي التوزيع على مستوى المحافظات وبحسب النوع فيها تغير يمكن إحنا منشوف شغلة حياة كريمة على الأرض وشايفين مراكز كتيرة واهتمامهم تحديدا بملف الثقافة وشايفين وجود كبير لوزارة الثقافة يمكن لافت للنظر خلال العام الماضي هل الأحصائيات بتاعتهم مؤشرتها تغيرت في هذا الكتاب؟ وطبعا مؤشرتها تغيرت بشكل خاصة في الجهات اللي تم فيها العمل تعرف حياة كريمة مش بيبدأ على مراحل فالمرحلة الأولى غطت بعض المحافظات المرحلة الثانية بتغطي محافظات أخرى وهكذا إلى أن ننتهي من كل المحافظات وبالتالي التغير بينعكس في المحافظات اللي تم العمل فيها إيه أبرز المحافظات اللي حضرتك شايفها الملاحظات اللي حضرتك شايفها في كتاب السنة؟ لا أولى الملاحظات عموما بتعكس وضع مختلف في المجالات المختلفة يعني لو خدنا مثلا موضوع السكان باعتبره أحد الموضوعات الهامة جدا في هذا المجال هنلاقي أنه بيقول لنا مثلا التغير اللي حصل في السكان مثلا لو بصنا لسنة 2021 و23 مثلا هنلاقي أنه عدد السكان في واحد واحد تلاتة وعشرين وصل إلى 104 مليون 462 ألف طبعا إحنا لو بصنا للسكان النهاردة بقى ده الكلام ده في واحد واحد هنلاقي أن إحنا حسب الساعة السكانية وصلنا إلى 105 و3 من 10 مليون لا قبل ما حضرك تدخل الستوديو ده بساطة قبل ما ادخل على طول 105 و3 من 10 لو قارننا هذا الرقم بتعداد 2017 هلاقي أننا فيما يقل عن سبع سنين زدت حوالي 10 مليون ونص ده رقم كبير يعني رقم كبير جدا ده يمثل حوالي 3 دول أوروبية كده صغيرة صحيح أو 5 دول صغيرة من دول مختلفة يعني معناها أنه ما زلنا في مرحلة زيادة كبيرة جدا وأعتقد هنا ده بيدي مؤشر المتخذ القرار تحديدا في عملية التنمية الموجودة لأن أنا علشان الشخص ينصيبه في التنمية يحس به ويبقى محسوس لابد أن تكون مؤشر نمو أو ارتفاع التنمية اللي بتحصل بيكون مساوي أو أزيد من معدلات الزيادة السكانية لا ده لازم يكون 3 أضعاف على الأقل 3 أضعاف معدل النمو الزيادة في السكان يعني أنا عشان أحافظ على مستوى المعيشة أو أضمن أنه الناس تبتدي تحس بعوائد التنمية لابد أن أنا أعمل معدل نمو اقتصادي على الأقل 3 أضعاف معدل نمو السكان ويستمر لفترة يعني مش عمله سنة وأخلص لأ لازم يستمر لفترة تنمية المستدامة عشان نقدر الناس تحس به لكن أيضا بالإضافة لكده أنا برضو عايز أشير لنقطة مهمة جدا أنه إحنا دايما كنا بنتكلم على أنه المساحة المأهولة من مصر 7% إحنا مليونك المتوزين إحنا ظاهير صحراوي وعندنا مدن جديدة أيوة مساحة أخبارها أيدي الوارد بالضبط فإحنا النهاردة حسب بيانات الجهاز بالاتفاق مع هيئة التخطيط العمراني وقال لقينا أن إحنا وصلنا إلى 10.5% من مساحة مصر مش بس كده نتكلم في زيادة 3.5% لا لو استكملت كمان كل مشروعات التنمية اللي بيجري تنفيذها حاليا إحنا هنوصل إلى ما يقارب 14% ضعف المساحة 13.7% اللي هو بالضبط زي ما حدثت ضعف المساحة ضعف المساحة اللي إحنا كنا بنتكلم عليها ودي ظاهرة إيجابية جدا بين حضرتك لو شفت التوسع العمراني اللي بيحصل التوسع في المناطق الصناعية والمشروعات اللي بتتم كل دي بتعكس انتشار لأنه أحد أبعاد المشكلة السكانية زيادة الرقعة المزروعة وزيادة المساحة السكانية كمان اللي موجودة هاي بتقول إحنا وصلنا دلوقتي بمعدلات 3.5% زيادة عن السبعة في المائة بالضبط لكن يهمني هل الكتيب رصد نسبة بقى فكرة تعمير هذه المناطق بيئة الأهالي لأنه زي ما حرفيني اللي الدولة شغالة بخطة استراتيجية واضحة فكرة أنا ما بعملش مثلا مشروع أو مصنع إلا لازم يكون هو متكامل متكامل بمدرسة بجمعة بمجتمع سكني أيضا علشان قدرنا نشجع الناس اللي هي تذهب إلى هذه المساحات الجديدة ده تم فعلا وبالتالي بينا كمان في المحافظات يعني لو خدنا المساحة المأهولة في كل محافظة هل لقيها بتزيد بشكل واضح ده معناها أنه المشروعات اللي بتتم مش بس في المناطق المركزية إنما منتشرة على مستوى الجمهورية وزي ما قلت لحضرتك إحنا خنوصل لمضاعفة المساحة عندما تكتامل كل المشروعات التنموية اللي بيجري تنفيذها حاليا طبعا ده تطور مهول جدا لأن احنا فضلنا الفترة طويلة جدا على المساحة بقات السنوات عشرة على نفس المساحة في زيادة متفاقمة في عدد السكان وهي نفس المساحة فده اللي كان بيعمل تكدس واختناقات وكان بينعكس كمان على مستوى حياة المواطن بشكل عام ودي كانت أحد أبعاد المشكلة السكانية دايماً بنكلم على المشكلة السكانية أن لديها ثلاث أبعاد نمو سكاني متسارع تكدس سكاني واختلال في التوزيع السكان ثم البعد الثالث اللي هو الخصائص السكانية الحقيقة الدولة كم بيعدل وجود العشوائيات؟ بالضبط الدولة في تحركها بتعالج الثلاث أبعاد في نفس الوقت يعني بمعنى أن احنا بنحاول نقلل أو نبطئ التسارع السكاني بشكل كبير وده واضح النهاردة احنا بعد ما كان معدل الزيادة الطبيعية خلال الفترة اللي فاتت بيصل إلى حوالي 2.5% النهاردة وصلنا معدل الزيادة الطبيعية بقى 1.6% يعني إذن فيه تقدم في البعد الأولين بالنسبة لاختلال التوزيع السكاني زي ما حضرتك قلنا دلوقتي احنا انتقلنا من 7.5% إلى 10.5% وحننتقل إلى ما يقرب من حوالي 14% وبالتالي ضعفنا المساحة المأهولة البعد الثالث أعتقد أنه الدولة بتشتغل على الخصائص بشكل واضح جدا التعليم والصحة بالذات وزي ما حضرتك قلت والثقافة البعد الثقافي كل دي معناها أن احنا هدفها النهائي هو الارتقاء بالخصائص السكانية وبالتالي الارتقاء بنوعية الحياة في المجتمع بشكل عام دائما ما للأسف من المتربصين بيتطال الدولة اتهامات عديدة من التعليم والصحة وأن الدولة حينما تنفق تنفق على حجر ولا تنفق على التعليم والصحة وهي جانب أساسي وركيزة أساسية في بناء الإنسان ونحن نعلم جيدا أن منذ سنوات الدولة تعمل على شيء واحد فقط وهو إعادة بناء الإنسان مرة أخرى أعوز أتمن على الاتنين دولة التعليم والصحة وطبعا نحاقد مؤشر صغير جدا جاي في الكتاب اللي هو الانفاق على الصحة قدي إيه بالضبط في خلال هذه الفترة لو خدنا مثلا نحن كمان بنستعد لمنظومة التأمين الصح الشامل وشايفين المستشفيات حتى اللي بتنفذ سواء كان فيه مشروع حياة كريمة أو الوحدات الصحية هي مستشفيات بتضاهي أيضا أو بتعد كي تكون مواجبة لدخول التأمين الصح الشامل وكده احنا بليشتعل بالتوازي بالضبط يعني لحضرتك خدت نسبة الإنفاق العام على الصحة من وزنة الدولة حلاقي إنه كان فيه سنة ألف تسعمية في عشرين واحد وعشرين خمسة ونصف في المية النهاردة في اتنين وعشرين تلاتة وعشرين وصل لستة واثنين من عشر في المية إذن فيه زيادة متواصلة في نسبة الإنفاق العام على الصحة من واقع موزنة الدولة طبعا ده غير القطاع الخاص في هذا الموضوع لكن ده معناها إنه زي ما حضرتك شايف وده بين في الحملات المختلفة اللي الدولة بتقوم بيها مئة مليون صحة مبادرات مبادرات صحة المرأة مبادرات رعاية الصحية للأطفال والكلام ده كله فده معناها مرة تانية بالأرقام تأكيد لي لا اهتمام الدولة بتوفير الرعاية الصحية التجهيز للانتقال إلى التأمين الصحي الشامل على كل الجمهورية احنا بدأنا في مجموعة من المحافظات ولكن في طريقنا إن شاء الله إلى استكمال التأمين الصحي الشامل على كل مستوى الجمهورية بالنسبة للتعليم أيضا هناك زيادة في الانفاق على التعليم وده بين أيضا في عدد المدارس اللي زاد بين أيضا في عدد المدرسين اللي زاد يعني ما يقال عن مخصصات التعليم والصحة في الموازنة العامة بتزيد بشكل مستمر من سنة إلى أخرى وفكرة كمان زيادة المدرسين هي زيادة ممنهجة ومدروسة بالضبط مش فكرة إلا أنا بأبل أي كادر لأنه يمكن أنا فاكر هنا مقولة ليه دكتور يعني الشيخ رئيس الجهاز الخاص بالتنظيم والإدارة كان بيتحدث دائما أن من حق الدولة أن يكون لديها الموظفين المثل وأصحاب الكفاءات العالية بتقديم الخدمات الخاصة بالمواطنين لأن أعتقد حينما يذهب المواطن صالح الشيخ دكتور صالح الشيخ لما يجي المواطن يتلقى خدمة لو لقى الشخص اللي بيقدم له الخدمة هو غير مؤهل وغير جيد وجدير بتقديم هذه الخدمة ما بيبقاش ناقم على المؤسسة أو الكادر بس بيبقى ناقم على الحكومة ككل فبالتالي أنا لازم أهتم تحديدا بالموظف الإدارة الموجودة هو دي دورات التدريبية اللي بتعقد مش بس كده هو ده طبعا تأكيد لكلام حضرتك أنه أنا لو خليت شخص غير مؤهل يقدم الخدمة معناها أنه الخدمة الحقيقية لم تقدم يعني الشخص اللي هو مفروض يحصل على الخدمة إذا كان الشخص اللي بيدهاله غير مؤهل يبقى لن يحصل عليها بشكل جيد وفي هذه الحالة أنا مش بس خسرت اللي بيقدم الخدمة إنما خسرت أيضا متلقي الخدمة لأنه ما تلقاهاش وبالتالي دي نقطة مهمة جدا برضو من أهم من حاجات المهمة في الكتابة إحصائية بسيطة جدا لكن بتعكس الاكتفاء الزاتي من السلع الأساسية فإحنا هنلاقي مثلا أنه في الأمح الاكتفاء الزاتي زاد من 35% تقريبا سنة 17 إلى 48% سنة 21 يعني معناها أنه إحنا بنزود إنتاجية الأمح ومعناها أنه كل ما نزود إنتاجية الأمح كل ما معناها أنه أنا وفرت الاستيراد من الخارج سنة كلمة في زيادة كبيرة 13% 13% تقريبا لو أنا بصيت للدرة الشامية لا وصلنا فيها إلى حوالي 50% تقريبا اكتفاء ذاتي حوالي 46 إلى 50% اكتفاء ذاتي لكن السلعتين اللي فيهم نقص كبير جدا هم الفول والعاتس الفول الاكتفاء الذاتي منه 23% والعاتس 1% فقط ذولا بيتم استيرادهم والمؤشرات دي في غاية من الأهمية لأنها بتدي يعني زي ألارم كده أو إشارة لمتخذ القرار أنه لابد أن أؤمن المواد الغذائية الغذائية هنا تحديدا في هذه السلع علشان تنبؤ بما قد يحدث لأقدر الله في المستقبل ويمكن نحن شايفين العالم مش مستقر شايفين الاضطرابات اللي موجودة ولسه كنا بنتكلم على فكرة توريد القمح من روسيا للدول الموجودة في القرى الإفريقية تحديدا وكان مؤتمره كان فيه تعهدات كبيرة بس لابد أن تحقق الاكتفاء لكن المؤتمر أننا عندي اكتفاء ذاتي في كثير من السلع يعني مثلا لو بصيت للأرز أنا عندي حوالي اكتفاء ذاتي 99% تقريبا لو بصيت مثلا لي الخضروات التسجى حوالي 107% الموالح مثلا دي بنصدرها فالكتفاء الذاتي فيها 184% صحيح فإحنا إذن عندنا إمكانيات عندنا نقص في بعض السلع ولكن عندنا يعني اكتفاء ذاتي في العديد من السلع وده بيطمننا على الموقف صحيح وخاصة اللي هي سلع أساسية نحن نكلم في سلع استراتيجية أساسية يعني القمح تدينا طمأنينة بعض الشيء لأنها مرتبطة بالخبض ويمكن ده مسألة أمن قومي تحديدا في يعني الأمن الغذائي بشكل عام ويمكن مصطلح توفير الغذائي ما أصبحش مصطلح دارج لأمن نظرا للظروف الموجودة هو بأمن غذائي ومرتبط به الأمن القومي على أي حل احنا بنشكر حليك شكرا جزيلا الدكتور حسين عبدالعزيز مستشار رئيس جهاز التعبئة العامة والإحصاء بنشكر حليك فندم ليوجودك معنا في صباحة بحسين عبدالعزيز